أم جعفر من النجف وكما جاء في الرسالة إنها أستاذة في الحوزة ماذا تقول رسالتها؟ أذهب إلى مورد السؤال ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كيف نفهم ذلك؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا هو كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أولاً لابد أن نعرف من أن هذا الحديث لا وجود له في كتبنا الشيعية مراد لا وجود له في كتبنا الشيعية لم يأت من قولاً عن العترة الطاهرة هناك كتب شيعية ذكرت هذا الحديث لكنها نقلت الحديث عن الكتب السنية فهذه النقطة لابد أن تعرف من البداية هذا الحديث ليس موجوداً في كتبنا الشيعية الحديثية التي نعرفها والتي روت أحاديث العترة الطاهرة موجود من قول في كتبنا الشيعية لكنه مأخوذ عن الكتب السنية إذن هذا الحديث حديث سني من أحاديث الكتب السنية وبامتياز أتحدث عن هذه الجملة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا الحديث جاء في صحيح البخاري جاء في الكثير من الكتب السنية لكنني سأشير إلى أهمها هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري البخاري توفي سنة ميتين أو ستة وخمسين للهجرة هذا الكتاب كتاب الحدود من كتب صحيح البخاري وهو الكتاب السادس والثمانون وهذا الباب الثالث عشر باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم الحديث ستة آلاف سبعمية وثمانية وثمانين بسنده بسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها فهذا حديث من أحاديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله أهمتهم أيهتموا لأمرها لا يريدون أن يقام عليها الحد هذا هو المراد أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ومن يشترئ عليه إلا أسامة إنه أسامة ابن زيد كان النبي يهتم لأمره فزيد كان يحبه رسول الله ولأجل زيد كان يهتم بأمر أسامة وإن كان أسامة هذا قد خان رسول الله حين خان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أي حال ومن يشترئ ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله هكذا كانوا يسمونه يسمون أسامة بحب رسول الله أي أنه حبه ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فقال النبي لأسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب وقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد بالضبط مثل ما يجري الآن في العراق مثال تقريبي الصرافون في العراق الذين يتعاملون بخمسين ألف دولار مثلا بمئة ألف دولار هؤلاء يطاردون وتصادر أموالهم ولكن الذين يسرقون مليارات الدولارات لا يحاسبهم أحد وينقلونها إلى أي جهة يريدوه هذا هو الواقع الذي عليه الأمة صورة عباسية واضحة جدا في بلاد الرافدين ثم قام رسول الله فخطب يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف الشريف ليس شريفا وإنما في نظر الناس وهؤلاء الذين يكونون شرفاء في نظر الناس هؤلاء حقراء إنجاز في حقيقتهم في دعاء مروي عن شمر بن ذي الجوشان بعد قتله للحسين كان يصلي في المسجد والناس يسمعونه يدعو اللهم اغفر لي فإني شريف فإني رجل شريف إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها انتهى الحديث هذا هو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة هذا في صحيح البخاري أما الصحيح مسلم فقد روا الحديث أيضا وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان صاحب الصحيح مسلم توفي سنة مئتين واحد وستين للهجرة كان معاصرا للبخاري وهذا هو كتاب الحدود وهو الكتاب التاسع والعشرون من كتب صحيح مسلم وهذا الباب الثاني باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم الحديث أربعة آلاف أربعمية وستة وعشرين في الصفحة ستمية وأربعة وسبعين بسنده عن عائشة ونقل الحديث نفسه لا حاجة لإعادة القراءة إنما جاء في آخره وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وانتهى الحديث هذا ما جاء في صحيح مسلم إذن الحديث مروي في الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ورواه أيضا ابن أبي شيبة العبسي في كتابه المصنف وهذا أقدم من الصحيح هذا الكتاب المصنف من الصحاح المهمة عند سقيفي بني ساعدة وهو أقدم من الصحيح البخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة ومسلم توفي سنة 261 للهجرة وأما ابن أبي شيبة مصنف هذا المصنف فقد توفي سنة 235 للهجرة المصنف لابن أبي شيبة هذا هو المجلد الثامن من طبعة دار الحديث القاهرة مصر صفحة 398 رقم الحديث 28663 بسنده عن محمد ابن طلحة ابن ركان عن أمه عائشة بنت مسعود ابن الأسود هذه ما هي بعائشة زوجة النبي هذه عائشة أخرى عن محمد ابن طلحة ابن ركان عن أمه عائشة بنت مسعود ابن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أعظمنا ذلك وكانت المرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فجئنا إلى النبي نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية من المال بأربعين أوقية من المال من الذهب من الفضة قال رسول الله تطهر خير لها تطهر يعني أن يقام عليها الحد لأن إقامة الحد تطهير للذي يجب أن يقام عليه الحد تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله لأنه قال خير لها ما قال يجب أن يقام عليها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله فلما رأى رسول الله ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله أنتم جئتم وكلمتموني وجاءني أسامة ما اكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفس بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها أي لو سرقت وهذا الحديث يتردد في كتب المكتبة السنية بنحو واضح وبهذا النص وينتهي عند هذه الجملة من أن فاطمة لو سرقت فإن محمدا سيقطع يدها هكذا جاء في صحيح البخاري وهكذا جاء في صحيح مسلم وهكذا جاء في المصنف لابن أبي شيبة وهكذا جاء في المصادر والجوامع الحديثية السنية الأخرى نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا أن النص موجود في الكتب السنية المهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك في المصنف لابن أبي شيبة وفي غير هذه الكتب في كنز العمال وفي سائر الكتب الحديثية الأخرى يمكننا أن نعثر على هذا الحديث إذا أخذنا الجملة التي تتحدث عن الصديقة الكبرى فاطمة وحاولنا فهمها وفقا للظهور العرفي فإن الكلام واضح النبي صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في مكان الاتهام ولا يتهمها بسرقة وإنما يتهمها بأنها يمكن أن تفعل هذا هذا هو كلام النبي وأيهم الله إذا كان النبي يتكلم بهذا بحسب رواية هذه الكتب وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرخت لقطع محمد يدها حتى إذا أراد مناقش أن يناقش من أن الكلام جاء فيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فليس هناك من ضرورة أن الكلام الذي يأتي بعد لو أن يتحقق على أرض الواقع حتى إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذا الكلام لكن سياق الحديث من أوله إلى آخره وإقاع الجملة هذه يضع الصديقة الطاهرة بحسب الظهور العرفي لما قرأته عليكم من صيغ الحديث يضعها في موضع الاتهام ما المراد من موضع الاتهام لا يعني أنها قد اتهمت بسرقة معينة وإنما يمكن أن تسرق فهذا الذي يفهم من هذا الكلام إذا كان النبي قد قال هذا الكلام فعلا قطعا لا يقصد هذا المعنى السيء إنه يقصد معنى آخر أو أن الذين نقلوا الحديث عن النبي حرفوا الكلام أو أن الكلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزعين في الصفحة الثانية والتسعين من احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر بخصوص غصبه لفدك التي هي نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة وبأمر من الله فقال أمير المؤمنين يا أبا بكر تقرأ كتاب الله هذا بعد أن جاءت فاطمة بأدلتها وجاءت بالشهود ورفض أبو بكر الشهود ومن هم الشهود علي بن أبي طالب الحسن الحسين هؤلاء 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 هم شهود فاطمة إنهم العترة الطاهرة وهل فاطمة تحتاج إلى شهود فقال أمير المؤمنين يا أبا بكر تقرأ كتاب الله قال نعم قال أخبرني عن قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في من نزلت فينا أن في غيرنا قال بل فيكم قال فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة ما كنت صانعا بها قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين قال إذن كنت عند الله من الكافرين قال ولم قال لأن رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكا قد قبضته في حياته قبضت هذا الملك في حياة النبي ثم ثم قبلت شهادة إعرابي بائل على عقبيه عليها ذلك الأعرابي الذي هم اتفقوا معه وشهد على أنه سمع من رسول الله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أعرابي بوال على عقبيه لا يعرف شيئا من الحديث كذبون هؤلاء خلفاء المسلمين ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها على فاطمة وأخذت منها فدكا وزعمت أنه فيء للمسلمين وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فهذا الأعرابي حتى إذا أردنا أن نقبل دعواه عليه أن يقيم البينة وفاطمة مدعا عليها المدعى عليه ليس عليه أن يقيم البينة وإنما عليه اليمين فقط ومع ذلك فاطمة جاءت ببينتها جاءت بعلي وبالحسن والحسين وردها أبو باكر أي ضلال هذا وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فردت قول رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه فدمدم الناس الذين كانوا جلوسا في المسجد وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله علي بن أبي طالب ورجع الإمام إلى منزله وهؤلاء سفلة أيضا لماذا لم يتكلموا لماذا لم يعترضوا هكذا جرت الأمور الذي يرتبط بحديثنا هو ما قاله أمير المؤمنين لأبي باكر فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة من أنها ارتكبت الزنا جاء شهود وشهدوا بذلك ما كنت صانعا بها قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين قال إذن كنت عند الله من الكافرين قال ولم قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهار وقبلت شهادة الناس عليها إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفقا لهذا المنطق وفقا لهذا المنطق لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في موضع الاتهام ومراد من موضع الاتهام أنها يمكن أن تسرق لا يعني أنها سرقت من أنه اتهمها بشيء سرقته ولكن حينما يتكلم بهذا الكلام بحسب الظهور العرفي بحسب الظهور العرفي فإن فاطمة قد وضعت في موضع الاتهام لكن الحقيقة أن الأمر ليس هكذا هذا الكلام قيل لغاية قيل لغاية وهذه الغاية تنشطر إلى شطرين الشطر الأول فإن محمدا وآل محمد ضحوا ويضحون بكل شيء لتطبيق برنامج الله لهداية الناس هل هناك تضحية كالذي فعله الحسين القربان الأول رسول الله صلى الله عليه وآله ما أذي نبي مثل ما أذيت وقتل مسموما بعد أن أهانوه في واقعة رزية الخميس وعاندوه ورفضوا أمره فاطمة قتلوها وقتلوا جنينها محمد وآل محمد قدموا القرابين تلو القرابين وقدموا الأضاحية من عند أنفسهم تلو الأضاحي في هذا المسار فإنهم أيضا ينسبون النقص إليهم لأجل إقامة الحق كي يكون أسوة المقام ما هو بمقام اتهام لفاطمة صلوات الله عليها لابد أن نفهم الكلام وفقا لمعاريض القول وما المراد من معاريض القول أن نفهم الكلام وفقا لأصول العقيدة ولأصول المعرفة في دين العترة الطاهرة أنني أقول كل هذا الكلام بإمكاني أن أنكر الحديث فهو حديث لم يرد عن العترة الطاهرة وهذا الحديث موجود في كتب أعداء العترة الطاهرة وبحسب الظهور العرفي يضع الصديقة الطاهرة في موضع الاتهام فلماذا أطيل في التفصيل لأنني أريد أن أصل بكم إلى هذه النقطة إلى أي نقطة من أن الحديث محرف هذا الحديث له تتمة وتتمة الحديث هذه كانت موجودة في كتبهم لكنهم حرفوها مثل ما حرفوا كل شيء مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني السروي المازندراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة هذا الكتاب يتألف من أربعة أجزاء بغض النظر عن جزء الفهارس جزء الفهارس هو الجزء الخامس طبعة دار الأضواء بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثالث صفحة ثلاثمية واثنين وسبعين بحسب ما نقل عن صحيح الدار قطني عدة ملاحظات لا بد أن أشير إليها أولا كتاب المناقب في الأعمي الأغلب منه نقله ابن شهر آشوب المازندراني عن كتب المخالف مناقب آل أبي طالب قسمه بحسب المعصومين كل معصوم له باب جمع فيه الكثير من أحاديث المخالفين وأشار إلى المصادر التي نقل منها الكتاب تعرض للتحريف إذا ما ذهبنا إلى نهاية الجزء الرابع يفترض أن الباب الأخير سيذكر فيه ابن شهر آشوب إمام زماننا لا يوجد هذا الباب لقد رفعوه من الكتاب قطعا الوهابيون ليس هم الذين رفعوه من الشيعة قطعا ليسوا من عوام الشيعة لماذا حذفوا الباب الأخير من كتاب المناقب وهو الباب المختص بشؤون إمام زماننا لقد بحثت عن نسخة أجد فيها هذا الباب ما وجدت بحسب ما استطعت أن أبحث عن بحدود بحدود الدائرة التي بحثت فيها وهذه نسخة مطبوعة هي خلية من الباب الأخير الذي يرتبط بإمام زماننا لماذا لماذا حذفوا إمام زماننا أرسل إلى المفيد ثلاثة رسائل الموجود عندنا رسالتان الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة المفيد متى توفي توفي ليلة الجمعة إنها ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 413 للهجرة الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة الرسالة الثانية متى وصلت بالضبط قبل وفاة المفيد بثمانية أشهر وعشرة أيام هناك رسالة ثالثة وصلت يبدو أنها وصلت في أيام قريبة من يوم وفاته الرسالة الثالثة ابن شهر آشب ذكرها مع الرسالتين الأولى والثانية في الباب المختص بشؤون بشؤون إمام زماننا في هذا الكتاب فحذف الباب بأكمله يبدو أن الرسالة الثالثة خطيرة لا نعرف ما الذي جاء فيها لكننا إذا قرأنا الرسالة الأولى والثانية فإن الرسالة الثانية أخطر بكثير من الرسالة الأولى فيبدو أن الرسالة الثالثة كانت هي الأخطر وكانت في زمن قريب من يوم وفاته هكذا بحسب تسلسل التواريخ المرتبطة بالرسالتين الموجودتين بين أيدينا على أي حال هذا تحريف شيعي ينقل عن صحيح الدار قطني الدار قطني عالم محدث سني معروف من كبار علماء السنة متوفى سنة ثلاثمية وخمسة وثمانين للهجرة صحيح الدار قطني لا يوجد كتاب بهذا الاسم في زماننا ربما كان موجودا ونقل عنه ابن شهر آشوب الماز دراني وربما هو هو كتابه السنن فالدار قطني الدار قطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة من محال بغداد هو ينسب إليها محلة من محال بغداد في الزمن العباسي الأول يقال لها دار القطن وهذا الرجل منها ينسب إليها فيقال له الدار قطني كتابه المعروف السنن سنن الدار قطني أما صحيح الدار قطني هناك من عوام السنة من يطلق على سنن الدار قطني صحيح الدار قطني لكنني لا أعتقد أن ابن شهر أشوب لا يعرف هذا على أي حال نقل رواية عن صحيح الدار قطني فلنقل من أن الدار قطني ليس عنده كتاب بهذا العنوان إنها سنن الدار قطني إذا ما رجعنا إلى السنن الدار قطني فلا توجد هذه الرواية هذا الحديث إتمام لذلك الحديث سأقرأه عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع لص بقطع يده لأنه كان سارقا أمر بقطع لص فقال اللص يا رسول الله قدمته في الإسلام يعني أنك شرفتني بالإسلام أو ربما يقول قدمته أنا في الإسلام جاهدت بين يديك يا رسول الله قدمته في الإسلام أنت شرفتني بالإسلام قدمته في الإسلام وتأمره بالقطع والآن تريد أن تقطع يدي فقال النبي لو كانت ابنتي فاطمة لفعلت هذا معها لو كانت ابنتي فاطمة فسمعت فاطمة فحزنت فنزل جبريل عليه السلام بقوله بقوله تعالى يخاطب النبي لئن أشركت لا يحبطن عملك النبي لا يمكن أن يشرك ولكن مجاراتا للكلام نفسه فهذا الكلام يأتي لا يقصد منه المعاني اللغوية المعاني اللفظية من حدود حق الألفاظ فحزن رسول الله فنزل نزل القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته الله نسب هذا الكلام إلى نفسه أيضا فكأنه أخذ يتحدث عن شريك وعن فساد في هذا الوجود فتعجب النبي من ذلك فنزل جبرئيل وقال كانت فاطمة حزنة من قولك فهذه الآيات لموافقتها لترضى سياق الحديث ضعيف وضعيف جدا ففاطمة ففاطمة لن تحزن إلا إذا كان هذا الحزن إظهارا فقط كي يستشعره الناس لتتبين منزلة فاطمة من أن النبي حينما قال عنها ما قال نزلت الآيات فقالت فقالت عن النبي ما قالت وقال الله عن نفسه ما قال تركيب الحديث ليس مناسبا لشأن محمد وآل محمد نقل بالمعنى نقل بالمضمون لكن الغاية واضحة من الآيات فالرواية هذه تشير إلى أن أسلوبا في القرآن واضح لا يمكن أن نفهم من دونه الآيات لأننا إذا فهمنا الآيات بحسب الظهور العرفي سيكون المعنى مختلا إذن لا بد من فهمه وفقا للكناية العالية وهذه الآيات تأتي في هذا السياق في سورة الزمر الزمر في الآية الخامسة والستين بعد البسملة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا أسلوب عند الله في الديانات السابقة كان موجودا لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فهل النبي كذلك وماذا بعد في سورة الأنبياء في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون وفي نفس السياق ما جاء في سورة الإسراء في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وما بعدها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لأذقناك الآلام الشديدة في الحياة وفي الموت إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرة بحسب الظاهر العرفي هذا انتقاس كبير من رسول الله أقرأ أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لأي شيء لتفتري علينا غيره إن كادوا يعني كاد النبي أن يفتري على الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرة بغض النظر عن حديث أن فاطمة لو سرقت هل هو حديث صحيح أم لم يكن صحيحا إنما أردت أن أخبر عن أسلوب موجود في القرآن وفي الروايات والأحاديث فهناك كلام إذا فهم بحدود الألفاظ يكون فهما خاطئا ومن هنا من هنا من هنا فإن القرآن تحدث عن نفسه هناك ما هو متشابه وهناك ما هو محكم وغاية الأمر أن حقيقة التأويل لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد الحكمة من هذه الأساليب هي هذه النتيجة أن نعود إلى محمد وآل محمد وإلا فإن التعبير بهذه الأساليب الذي يؤدي إلى تضييع الحقائق إذا اعتمدنا على أنفسنا قد يسبب مشكلة لنا لكن القرآن يتحدث بطريقة يريد أن يوصلنا إلى هذه النتيجة من أننا لن ندرك الحقيقة الكاملة إلا بالرجوع إليهم بالرجوع إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الحاقة من الآية الأربعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين من محمد صلى الله عليه وآله ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هل هذا يقوله الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله بحدود حق الألفاظ هل هذا الكلام يناسب الله هل هذا الكلام يناسب محمدا صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نفهم الكلام بحسب الظهور العرفي لا يناسب الله ولا يناسب محمدا صلى الله عليه وآله ولو تقول علينا بعض الأقاويل محمد يتقول على الله بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا ما فعله شمر مع الحسين قطع منه الوتين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي هذا أسلوب الكنايات العالية إذا عرضنا أن نفهم الآيات بحدود حق الألفاظ فإن الفهم سيكون مختلا ومثل هذا كثير في القرآن ومثل هذا كثير في أحاديثهم ولذا قالوا لنا من أن الكلمة منا تنصرف إلى سبعين واج ولنا من جميعها المخرج كيف يكون هذا المخرج من خلال المعارض وهذه المعارض لن يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ما لم تكن عنده أصول العقيدة واضحة ما لم تكن عنده أصول معارف العترة بيّنة مشخصة لأنه سيقيس عليها وقت الحلقة انتهى أتمنى أن تكون الإجابة قد وصلت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله طبعا شكرا